في إطار تنفيذ الالتزامات والتعاخدات في مجال تشييد الطرق الحضرية وفك العزلة عن المواطنين وضع رئيس الجمهورية الحجرة الأساس لأشغال طريق مونغل الصواطة ويأتي تشييد هذا الطريق تلبية لمطالب السكان ووفاء لتعاخداته في مجال تطوير النقل وتحويله إلى نقل حضري يلبي تطلعات سكان المناطق الريفية وسيتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى من الطريق الصواطة باركاول الذي يبلغ طوله 76 كم بتكلفة مالية بلغته 109 مليارات و55 مليون و432 ألفا و626 أوقي من خزينة الدولة كما سيتم تنفيذ هذا المقطع من قبل الهندسة العسكرية في أجال لا تتجاوز 38 شهر تحت رقابة وإشراف ومتابعة وزارة التجهيز والنقل أما المحور الثاني من الطريق الصواطة منغل فيبلغ طوله 47 كم وتبلغ تكلفته المالية 660 مليون و551 ألفا و874 أوقية قديمة وسيتم تشييد هذا المقطع في أجال لا يتجاوز 30 شهر تحت رقابة ومتابعة وزارة التجهيز والنقل نحن اليوم هنا في إطار تحضير للطلاق هذا البشروع اللي يتكون من محورين محور الصواطة منغل اللي يبلغ طوله 47 كم وتبلغ تكلفة مالية تناهز 6 مليارات و60 مليون جديدة ومحور الصواط باركيول اللي يبلغ طوله 76 كم وبإقلاف مالي يناهز 10 مليارات و90 مليون أوقية جديدة هذه الطرق تعتبر طرق حيوية وليه تفكي العزل على عدة مدن وقراءة مجاولة للطريق منها ما هو مجاول للطريق ومنها ما هو على أبعد قريب من الطريق أما فيما يتعلق بمسائل التقنية للطريق فإن هذه الطريق تتكون من طبقة أساسية بسماكة 20 سنتيمت وطبقة قاعدية بسماكة 20 سنتيمت وطبقة إسفلتية بسماكة 5 سنتيمت ويتولى تنفيذ هذا المشروع الهندسة العسكرية وبتنسيق من إدارة البلد التحتية في وزارة التجهيز والنقل تدشينات مهمة وإنشازات كبيرة من المنتظر أن تشكل نقلة نوعية في حاضر ومستقبل ولاية جورغل بشكل عام